تشهد فعليات الليلة السابعة من الدورة الثانية وثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا أربع حفلات متنوعة لمسرح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية وضمنهورة حيث يشهد مسرح أن فورة بدار الأوبرا باقتا من الطرب العربي الأصيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصرية المصري من دار الأوبرا باسم أبو العنين نعم تحياتي إليكم من دار الأوبرا المصرية وليلة جديدة من ليالي الحب والفن والموسيقى في ليالي القاهرة السحرة حيث مهرجان الموسيقى العربية في دورتها الثانية وثلاثين ذلك المهرجان الذي يعتبر من قبل الموسيقيين والفنانين والمطربين جميعا هو يعني زهرت حفلاتهم طوال العام لما له من ثقل وقيمة فنية ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي بصفة كبيرة الليلة السابعة من ليالي المهرجان في نسختي الثانية وثلاثين والذي نستطيع أن نقول أن الفاصل الأول فيه بطعم ومذاق الموجي حيث نستمع ونستمتع بأغاني الزمن الأصيل مع ثلاثة من المطربين الذين يحيون أغاني الفنان الكبير محمد الموجي معنا في الفصل الأول حنان عصام المطربة حنان عصام والمطربة فرح الموجي من آل الموجي ولدينا أيضا الفنان المطرب حسام حسني والذي يجدون جميعا بجميل وعظيم الألحان والأغاني من هذا التراث المصري الأصيل ذلك بالنسبة للفاصل الأول من الحفلة الليلة ويأتي الفاصل الثاني والذي تحيي الفنان رهام عبد الحكيم بأغانيها المتميزة وكما أعلنت دار الأبرى المصرية بأن حفلة اليوم قد تم بيع التذاكر بالنسبة لها كاملة والمقاعد كاملة تم حجزها وهو ما يعني ويشير إلى دلالة قوية واهتمام المصريين والضيوف مصر أيضا بمتابعة ليالي هذا المهرجان السنوي الفريد وذائع الصيد في مصر وفي الوطن العربي أعود إليه ترجمة نانسي قنقر